وينضم إلينا في الستوديو الدكتور سوفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق سيد الوزير مرحبا صباح الخير سيد الوزير السؤال الكبير الآن في إسرائيل كيف يمكن لصاروخ الحوتيين أن يخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية ويصل إلى إسرائيل وينفجر هناك أيضا بعيدا عن أعين وأنظار الأقمار الاصطناعية التجسسية يعني أولا نتحدث عن الحقائق الصاروخ في النهاية هو وصل إلى وسط إسرائيل وتفجر في الجو والشضايا المتناثرة منه عمليا هي أدت إلى بعض الحرائق هنا وهناك هناك شضية كبيرة واحدة اعترضتها الدفاعات الجوية وأسقطتها هذا أولا ثانيا الحجم المساحة التي كانت اشتغلت فيها صافرات الإنظار هي الأكبر في تاريخ إسرائيل عمليا منذ اندلاع الحرب ومنذ سنوات لأن كل وسط إسرائيل ومنطقة المركز ومنطقة الساحل عمليا والسهل وهي عمليا غالبية السكان موجودين في هذه المنطقة عمليا جميعهم ستة ونص صباحا يعني نزلوا إلى الملاجأ الأمر الثالث أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعد أن وصل الصاروخ إلى الأجواء الإسرائيلية حاولوا إسقاطه استخدموا أكثر من وسيلة الدفاع وسأتحدث هنا عن المستويات الدفاعية الصاروخية المضادات الأرضية التي يملكونها عمليا استخدموا لم يعلنوا ما هي أنواع الصواريخ المضادة التي يستخدموها يعتبرون ذلك أن هذا أمرا سريا ولكن في النهاية كل هذه المضادات لم تستطع أن تسقط الصاروخ الصاروخ تفجر لوحده في الجو وهذا من حسن حظهم يعني ربما كان الأول لم يتفجر ربما يصل إلى هدفه الهدف هو يعني على الأرجح لأنه عملية تفجرة 6 كيلو متر بعيدا عن مطار الليد يعني هو هذا يعني أن تتحدث عن المسافة بين مطار الليد وبين وزارة الدفاع الإسرائيلية هي فقط 15 كيلو متر بالمناسبة يعني بين الليد وبين وزارة الدفاع 15 إلى 20 كيلو متر وبالتالي نعم الصاروخ يعني عمليا وصل إلى المناطق الحساسة في إسرائيل طيب لكن سيد الوزير تمكن هذا الصاروخ الحوثي من اختراق كل هذه الدفاعات الجوية العتيدة في إسرائيل وأيضا كل وسائل الرصد سواء الأمريكية أو الإسرائيلية كيف ستكون تداعياته في الولايات المتحدة من جهة وفي إسرائيل وهذا هو الأهم يعني هو يمكن ربما السؤال الأهم أستاذ حسين إذا كان صاروخ واحد لم يستطيعوا أن يسقطوا بمعنى وصله وتفجره وسط البلاد ماذا سيكون الحال لو أن الحوثيون أطلقوا 20-30 صاروخ من هذا النوع بلستي وأن حزب الله أطلق له 100-200 صاروخ أيضا من الصواريخ بعيدة المدى وذات الدقة العالية ما الذي سيحدث؟ طيب بالتالي هنا سيد الوزير هذه هي النقطة المهمة بالفعل وهذا هو السؤال الكبير نتنياهو يفكر في توسيع الحرب لتشتعل الجبهة الشمالية بشكل كبير كيف سيؤثر هذا الصاروخ في قراره بهذا الشأن؟ يعني أعتقد هذا سيشجع على الرد وليس التراجع لأن التراجع وعدم الرد هذا يعني أنهم سيستقبلوا العشرات من الصواريخ أنا أفكر بعقليتهم كيف يفكرون وبالتالي في تقديري الشخصي أن الرد على الحوثيين لن يتأخر أكثر من 48 ساعة اللي لم يكن خلال هذا اليوم سيكون غدا سيكون خلال 48 ساعة وأعتقد أن الرد ربما يكون بنفس الحجم الذي كان عندما وصلت مسيرة وضربت أحدى المباني في تلابيب طيب هل تتوقع أن يكون الرد إسرائيليا فقط أم أنه ربما يكون إسرائيليا أمريكيا في الوقت ذاتي؟ يعني لا أعتقد أن إسرائيل بحاجة إلى شراك أمريكيا في رد من هذا النوع إسرائيل لديها الإمكانيات في تقديري أن ترد لوحدها ولكن هي في حاجة للولايات المتحدة بشكل قاطع إذا كان هناك حرب في الشمال وإذا كان الحوثيون دخلوا وإذا كان الحجد الشعبي في العراق تدخل لا شك أن إسرائيل لا تستطيع أن تحمي نفسها وهذه حقيقة أو هذه إحدى الحقائق التي كشفت عنها الحرب الأخيرة في غزة المستمرة منذ 11 شهرا بأن إسرائيل لوحدها غير قادرة على حماية نفسها وأن الكذبة الإسرائيلية أنها تستطيع أن تخوض حربا على سبع جبهات مختلفة هذه كذبة ثبت أنها لا تستطيع أن تصمد طيب سيد الوزير الولايات المتحدة الأمريكية كيف ستستثمر سقوط هذا الصاروخ الحوثي في إسرائيل الولايات المتحدة كما تعلم هي تسعى لإبرام صفقة لتبادل الأسرة والمحتجزين ووقف الحرب الآن كيف ستتعامل الولايات المتحدة لا شك لا شك أن عموس هوكشت الذي سيأتي غدا وسيأتي إلى المنطقة وسيكون في لبنان وسيلتقي مع الإسرائيليين أعتقد أنه سيستثمر هذا الصاروخ ربما هو ليس عمله ولكن الإدارة الأمريكية بالتأكيد هي ستعبر عن تضامنها ووقوفها واستعدادها لعمل كل ما يلزم من أجل حماية إسرائيل ولكن في نفس الوقت سيقولون لهم أنتم ترون أن المسألة ليست لعبة ننصحكم بأن تذهبوا بهذا الاتجاه وليس في ذاك الاتجاه الذي يريد نتنياهو أن يذهب له من أجل حماية بين كفير واسموتريتش أو الحفاظ على بين كفير واسموتريتش لذلك ننصحكم بمعنى ردا على سؤالك أن الولايات المتحدة ستستغل هذا الصاروخ وهذا التهديد من أجل تشجيع الإسرائيليين على الذهاب إلى صفقة هل هذا سيكون كافي؟ لا أعتقد طيب الولايات المتحدة ستقدم نصيح والنصيحة تحتاج لمن يسمعها في الناحية الأخرى هل سيعمل بن يمين نتنياهو بهذه النصيحة الأمريكية؟ حتى الآن لا حتى الآن لا لأن الأمريكان ينصحونه منذ أكثر من ستة شهور سبعة شهور يعني هم يذهبون من بداية الحرب هم ينصحونه أن يذهب بهذا الاتجاه وحتى الآن هو يعتقد أن مصلحته الشخصية هي الحفاظ على حكومته حتى وإن كان الثمن هو المجازفة بأمن إسرائيل طيب هذا يقودنا إلى سؤال كبير آخر سيد الوزير هذه النقطة التي تفضلت بها تحديدا لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تقوقعت في مربع النصيحة في تعاملها مع الاحتلال الإسرائيلي؟ والجميع يقول بأن إسرائيل هي في أول المطاف وفي نهاياته هي مشروع أمريكي في المنطقة ولم تنتقل إلى مربع الضغط الحقيقي على إسرائيل لأن لديهم في إسرائيل رئيس وزراء اسمه بنيامين نتنياهو أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية لا هو ليس أقوى هو مستعد أن يخسر العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومستعد أن يتحمل كل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية والضغوط الداخلية من أجل صد أي أو من أجل اتخاذ أي خطوة أو عدم اتخاذ أي خطوة تقود في النهاية إلى إسقاط حكومته هذا هو السبب لو كان هناك حكومة أخرى في إسرائيل أو كان هناك رئيس وزراء آخر في إسرائيل غير بنيامين نتنياهو أعتقد لن يقول لا للولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل في شيء والحصول عليه تستطيع أن تحصل عليه حصل في كثير من الأحيان ولكن في حالة نتنياهو الأمر على ما يبدو تقديرات الولايات المتحدة أن الأمر ميؤوس منه لأن نتنياهو يقول في حالة إذا أنا استجابت لن تكون لي حكومة ولن أكون رئيسا للوزراء وبالتالي هو يستطيع أن يصمد أمام الضغوطات الأمريكية على الأقل حتى لا طيب سيد الوزير قبل قليل هناك وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن آلاف الإسرائيليين دخلوا الملاجئ عقب وصول هذا الصاروخ الحوثي إلى إسرائيل وبالتالي السؤال المهم الآن كيف ستكون تدعيات هذا الصاروخ على الجمهور الإسرائيلي وتحديدا الذي يخرج في مظاهرات بشكل مستمر ويطالب بإبرام صفقة لإنهاء الحرب في غزة يعني أولا المظاهرات ستستمر أمس كانت أيضا مظاهرة كبيرة الحديث عن مئة ألف متظاهر خرجوا تضامنا مع الأسرة والمطالبة بإعادتهم أحياء وكان هناك شريط فيديو لأحد الجنود الإسرائيليين الذين المحتجزين في غزة هذا الأمر سيستمر بغض النظر أن هناك صواريق أو لا يتوجد صواريق هم بالفعل لا الذين تظاهروا أمس لديهم تخوف كبير أن التصعيد في الشمال واستمرار الحرب في غزة عمليا لن يعيد لهم أبنائهم وللتالي هم يعني يزيدون من وطيرة المظاهرات وممتيلة وطيرة المطالبة والشعرات التي يرفعونها ولكن لن يؤثر على الوضع القائم ولن يؤثر على قرار نتنياهو باختصار السيد الحسين الأمور تتجه حتى الآن حتى الآن هي نحو التصعيد إلا إذا حصلت معجزة وتم توصل إلى اتفاق رغم كل العقبات ورغم كل حالة الياس الموجودة لماذا وصفتها بالمعجزة؟ المعجزة لأن كل المؤشرات تقود عكس ذلك يعني المؤشرات تقود إلى التصعيد وبالتالي لكي يتحول هذا المصار من مصار تصعيد إلى مصار معاكس مصار تسوية ومصار اتفاق هذا الأمر يحتاج إلى المعجزة نعم من الذي يمكن أن يساعد في إحداث هذه المعجزة الآن أمام تعنب بن يمين نتنياهو؟ أدت عوامل حتى الآن غير متوفرة عملياً أولاً استمرار الضغط الأمريكي وهو لا يكفي ثانياً تفكيك حكومة نتنياهو من الداخل وهذا حتى الآن غير موجود رغم أن العناصر موجودة تجنيد المتدينين قانون التجنيد الموازنة إلى آخره أن يكون هناك ضغطاً شعبياً كبيراً يصل إلى مرحلة العصيان المدني رافع شعار واحد وهو تقديم موعد الانتخابات والذهاب إلى انتخابات في نهاية هذا العام بداية العام القادم هذا فقط الذي ممكن أن يغير الوضع ولكن حتى الآن كل هذه الشروط غير ناضجة وغير متوفرة وغير موجودة طيب سيد الوزير قبل قليل القناة السابعة الإسرائيلية نقلت عن عضو الكنيسة إيلي دلال من حزب الليكود الحاكم طبعاً في إسرائيل قوله إن الحكومة الإسرائيلية تضيع منطقة الشمال وتتخلى عن سكانها ما الذي يفهم من هذا التصريع؟ أولاً هذه القناة السابعة هي قناة المستوطنين بالمناسبة للمستوطنين ثانياً هذا مفهوم لدى كل الإسرائيليين أن الحكومة الإسرائيلية عملياً على مدار 11 شهر تنازلت عن الشمال وهناك 70 ألف لاجة إسرائيلي عملياً منذ أكثر من 11 شهر وأن هناك عمليات قصف متواصلة وأن هناك حالة من الرعب وهذا الأمر لم تشهده إسرائيل من قبل وبالتالي هذا عضو من الليكود يقول لهم أن علينا أن نفعل كل هذا بالمناسبة كل هذه أدوات ضغط على نتنياهو لكي يذهب باتجاه التصعيد ما حظم الله في الشمال هل التصعيد وارد؟ جداً يعني هناك قرارات اتخذت هناك قرارات اتخذت واليوم سيكون هناك جلسة للكابينيت الإسرائيلي والتوجه هو أن يكون هناك توسيع من رقعة النيران لأن القناعة لن يعود سكان الشمال إلى بيوتهم إلا إذا وسعوا دائرة النيران مع حزب الله بمعنى تغيير المعادلة القائمة تغيير المعادلة القائمة هو توسيع دائرة النيران ليس أكثر لا يسمونها حرب لا يسمونها حرب مفتوعة يسمونها توسيع دائرة النيران طيب سيد الوزير بعد أن وصل صاروخهم إلى إسرائيل الحوثيون قالوا قبل قليل إن ما خفية هو أكبر بكثير هل تعتقد بأن إسرائيل مرشحة خلال الفترة المقبلة لأن تتلقى دربات متتالية وكبيرة وشديدة من جانب الحوثيين يعني من جانب الحوثيين فقط يعني لا أعتقد أن هذا سيكون كافيا هو بالمناسبة هم يتعاملون أن الذي ضرب الصاروخ هو إيران ليس الأنواة صاروخ إيراني بالدرجة الأساسية هكذا يقول الإسرائيليون بالمناسبة يعني وبالتالي أيضا لا تستبعد أن تعتبر إسرائيل أن إيران هي جزء من حالة العداء أو حالة الهجوم الذي حدث عليها وبالتالي أيضا يعني إيران مستهدفة أيضا وإيران مستهدفة في أكثر من رأينا أو سمعنا أو قرأنا قبل ثلاثة أيام عن عملية الإنزال والقصف والتدمير الذي حدث في سوريا قبل قبل أيام وقيل أن الإسرائيليين عادوا بأرشيف وعادوا بمستندات إلى آخره عن عملية تصنيع الصواريخ الدقيقة وبالتالي إيران بالنسبة لهم هي العدو الأكبر الحوثيون هم بالنسبة للإسرائيليين هم مجرد أداة وبالتالي هذا الصاروخ هو تكنولوجيا إيرانية وصاروخ إيراني استخدموا فقط الحوثيون كانوا يعني هم الذين استخدموا هذا الصاروخ لذلك إسرائيل تتحدث عن إمكانيات إيران وليس عن إمكانيات الحوثية طيب سيد الوزير ولكن توقعت أن يكون الرد الإسرائيلي على الصاروخ الحوثي خلال أيام قليلة وقلت أنه لن يتأخر كثيراً لن يتأخر عن يومين في تقديره عن يومين لن يتأخر تقدير الشخصي لن يتأخر عن يومين طيب سيد الوزير ماذا لو رد الاحتلال الإسرائيلي بقصوة كبيرة جداً على هذا الصاروخ الحوثي كيف سيكون موقف حزب الله في لبنان وموقف إيران أيضاً يعني أنا في اعتقادي أن حزب الله في لبنان مستمر مستمر في عملية التصعيد مستمر في عملية القصف أمس كان خمسين صاروخ ومسيرة اليوم صباحاً أيضاً صافرات الإنظار طوال الوقت تعمل في الشمال في حال مهاجمة كما حدث في المرة السابقة بدلاً يكون هناك خمسين صاروخ سيكون هناك مائة صاروخ ومسيرة مائة وخمسين صاروخ ومسيرة في كل أحوال الأمور في الشمال ذاهبة نحو التصعيد كما قلت إلا إذا حصلت مواجزة وكان هناك اتفاق نعم أليست هذه التطورات الجديدة يمكن أن تنسف بالفعل زهود المفاوضات الجارية كيف ستؤثر فيها؟ يعني هو المفاوضات الجارية حول موضوع الصفقة وإمكانية التوصل إلى صفقة وهدوء هي عملياً في حالة صعود وفي حالة بقية نعم أحياناً تشعر أن الخلافات الموجودة هي قابلة للجسر وبالإمكان أن تكون هناك صفقة وأحياناً تصل إلى الاستنتاج أنه حتى لو أنهوا كل الخلافات الموجودة سيخترع نيتانياهو أمور جديدة وشرور جديدة تعطل الصفقة ولكن من يريد أن تكون هناك صفقة ما حدث اليوم وما يحدث من توتر في الشمال يكون له حافظ لمزيداً من الضغط ومن لا يريد صفقة هو ليس في حاجة إلى مبررات طيب سيد الوزير كما تبعت معنا هناك طائرات إسرائيلية ألقت منشورات في منطقة الوزاني وطالبت سكان المنطقة بالإخلاء ثم بعد ذلك تواثرت المعلومات بين نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وافق على إلقاء هذه المنشورات وبين أن الجيش أيد إلقاء هذه المنشورات ما الذي يفهم من إلقاء هذه المنشورات التي تطالب سكان المنطقة بالإخلاء يعني في تقدير هذا جزء من الحرب النفسية والإعلامية التي تدار بين الطرفين ولكن في تقدير الشخصي إذا كان هناك توسيع لدارة النيران وتغيير من المعادلة القائمة وتغيير قواعد الاشتباك كما هو متوقع خلال لا أقول الأيام المقبلة قد يحتاج الأمر إلى أسابية يعني ليس يوم يوم أو يومين وقد ينفجر الوضع الليلة يعني هناك كل الاحتمالات مفتوحة ولكن أعتقد أن التركيز في البداية على الأقل سيكون في منطقة الجنوب التركيز يعني بمعنى الحرب التي ستشنها إسرائيل هي ستشنها في مساحة الأربع عشر كيلومتر التي تطالب انسحاب قوات حزب الله منها ولكن إذا كان الرد حزب الله هو أعمق وأبعد من المناطق الحدودية أيضا سيتوسع الرد الإسرائيلي إلى أكثر من ذلك الدكتور سفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق سعدنا بوزودك معنا شكرا جزيلا لك شكرا